موسيقى موسيقى مهلا بكم الجديد في ممكن وبنواصل لقاءنا مع الأستاذ سيد الصيفي رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان حول أزمة هذه الشركة المجمدة اللي محدش عارف سواء حملة الأسهم أو العمال اللي فيها أو قدرتها أو الدولة يعمل فيها إيه زي ما قلنا لحضراتكم على الفصل وعرفتم أن في حكم قضائي في 2012 صدر أو في نهاية 2011 صدر بإعادة الشركة إلى الدولة مع أن في حملة أسهم جات لجنة التشريع والفتوى في مجلس الدولة قالت ما ينفعش ومستحيل التنفيذ ده وفي حملة أسهم أجانب بيهددوا بأنهم يلجأوا للتحكيم الدولي اقترحت حضرتك إيه؟ هو الحقيقة برضو هو اللي حضرتك هما مش بيهددوا هما لجأوا للتحكيم الدولي بالفعل وصلوا للنقطة الأخيرة في الموضوع التحكيم كان صدر الحكم بتاع الجامعة العامة لفتوى التشريع فكانت دي بدرة أمل للحقيقة وديت نقطة بنقول بقت متاحة قدام الدولة بهدوء إن هي تبتدي تعالج الموضوع ده طيب فيه أمور كثيرة جدا لحل أي مشكلة ما لهاش حل يعني لها حل يعني ما فيش حاجة ما لهاش حل الدولة عايزة تنفذ الحكم متاح تستطيع إن هي تعمل إعادة لتدول السهم في البورصة؟ في البورصة ما هي في البورصة أصلا تمام تمام وتتقدم بعرض شراء للأسهم دي؟ للأسهم تحط أسعار اللي عايز يبيع يبيع واللي مش عايز يبيع ترفع معي السعر يعني زي واحد عنده ألية محددة أنا مشتريت السهم ده حطيته سنة 2008 أنا اشتريت في 2008 مش سنة 97 من 2008 إلى 2015 أنا هحسب أموالي وأحسب فرص الاستثمار اللي راحت علي وهحسب استثماراتها هي الأموال دي وهحسب كيفية استرداد أموالي دي بالقيمة بتاعتها العادلة إيه؟ ده اللي أنا هحسبه لنفسي طب ما يمكن ده حل تعجيزي هيعجز الدولة إنها كل واحد حامل أسهم أنا هبيع بكذا طب ما ده الشيء الطبيعي ما هو أنت الحكم مش مصادرة ولا تأميم لا الحكم مش مصادرة ولا تأميم ولا تأميم كويس يعني الدولة تدفع للمساهمين تدفع تدفع كل واحد استثمار وتصلي الأرض وما تعيدها إلى مركزها مرة أخرى اللي اشترى في 2011 في شهر 12 يعني 17-12 الحكم اللي اشترىهم 15 زنبوا إيه؟ فات عليك مفرصة استثمار أقسم لك إن فيه ناس بيتيجي الشركة تبكي اللي عايز يجوز بنته اللي عايز بيبكو طب هي الدولة القضاء حكم ليها إنها تسترد الشركة طيب هي عرضت هي هتستردها إزاي؟ لا القضي بيقولك أنا ما ليش علاقة بالكلم ده لا الحكومة عرضت هتستردها إزاي؟ لا خالص إما اللي هتاخدها إزاي وفي حاملة أسهم؟ ما فيش هم ملكها الحقيقيين بالزبط كده هم أصحاب الجامعية العمومية قضي في لذلك بقى إن فيه عندك الشركة القبضة الدولة قالت لها نفذ الحكم قالت لها نفذ الحكم لا أنت عارف توجهات الشركة القبضة عايزة إيه؟ هل عندها القدرة على السداد الالتزامات دي؟ تقولك لا أنا مش عندها طب ما أنت هتاخد هتاخد أموال المساهمين دي ببلاش؟ أنا عايزة نفذ الحكم بس الحكم مش جانب واحد الحكم هات وخد الحكم أنت عايز الشركة متاحة قدامك بس الشركة دي ملك الناس دي طب إحنا معانا مداخلة من أحد حملة الأسهم يمكن يكون عنده حلول أو مقترحات الأستاذ عبد الكريم ناصر من دولة الكويت الشقيقة مساء الخير يا فندم مساء النور أهلا أستاذ الفاضر أهلا بيك أستاذ عبد الكريم وحضرك من حملة الأسهم في شركة النيل لحليج الأقطان وأكيد متابع حوارنا حول أزمة الشركة وأكيد متابع أزمة الشركة من الأول لأنك لك أموال في هذه الشركة اشتريت أسهم بيها شايف المشكلة إزاي وهل لديك حل لهذه الأزمة اللي احنا مش عارفين تخرط إزاي أول شي بالبداية أنا حب أراحب فيك أستاذ مجلي وأنت من العلاميين المشهود لهم بالتمييز والكفاءة وراحب بالأستاذ سيد وصيف رئيس مجلس دارة وبأستاذ المشاهدين أهلا بيك أفندم منوارنا أستاذ عبد الكريم بالبداية أنا صار شغلة أمرها ما صارت في أي دولة من الدول أن تشري أسهم من بورصة أخذ الأسهم أو يصدر أمر في استبدادها للدولة لأنني أنا مو شاري شي من الدولة أنا شاري من بورصة شاري أسهم تمام فحركة التداول حقك تشتري الأسهم في البرصة وأنا شاريت من شاشة الأرض أنا شاريت في البورصة المصرية سنة الفين وعشرة بعد فترة تم يقاف التداول على السهم وتفاجأت بالحق مصطادر استرداد جميع الأسهم للدولة يا رخ الفاضر أنا شاري في الفين وعشرة أنا ما هو ذنبي أنه سنة ستة وستئين يعني هذا شي أنا مليش أي ذنب فيه بالله عليك يا فاطف أنا بيعرف ما هو الذنب اللي أنا بتكفي أنا بمشؤول يطلع يقول لي أنت أخطأت بهذا وأخطأت بكذا هو كل العملية أننا أحنا كدول أو كشعب عربي نحب مصر ونحب أن نستثمر فلوسنا في مصر ومصر بتحبك أستاذ عبد الكريم فهذه المشكلة لأنه لأنه أنا الآن لما رضعت غضية في المحكمة الدولية وطلبت مجلس إدارة الشركة طلبت مننا يعني رئيس مجلس إدارة لو مصلت إلى آخر مراحلها الغضية الدولية رضعت في آخر مراحلها في المحكمة الدولية طلب مننا رئيس مجلس إدارة بالوقف لأنه طلع فكم من إدارة الفتوى والتشريع وقال إنه البلد مش مستحملة وتعويضات والبلد والبلد أنا مليش دم في كل هذا أنا مع مصر وبالعكس ندعم مصر وبدنا نغدم أشياء كثيرة لمصر بس أحنا ما قاعد يشوف في تقدير لهذا شيء أنا يا أخي الفاضل أطلب مغابلة رئيس الوزراء ما يرضوني دخلوني تقدمت بكتاب رسمي بأغاب الرئيس الوزراء وأي مسؤول يقول لي شنوك خطأي يقول لي متى سوف تحل هذه المشكلة ولم يخرج أي شخص ويقول لي ما يعني يقول لي أي كلمة أنه والله سوف تحل مشكلتك أحنا مغادرين وضعك استعمل سو أعمل ما فيش أي حاجة حاولت أغاب الرئيس الوزراء وما استطعت تقدمت شكوة رسمية إلى السفارة الكويتية وقل كم أنا عندي مشاكل وتقدموا مشكورين بطلب من رئيس مجلس دارة وشركة النيل بأوراق واستفتارات لي أعرفوا أن هذا وتقدموا الشركة مشكورة يعني خاطبة استفارة مشكورة خاطبة للقارجية وقاطبة قالوا أن المشكلة كوفة تحل من أكثر من شهرين ولن يتم الحل حتى هذه اللحظة فأنا بأعرف أنا والله العظيم أنا يا أستاذ مجلس ساد أفن احصلت لي فرصة للاستثماء تاني في مصر وفرصة جيدة بس أنا أبي العين العين أنا لو أقول لك على هو ممكن تبمن لي فلوسي في المرحلة الغادمة أنت يمكن راح تقول لي لا مش حظ من هذا طبعا ما أدرش ما أدرش ألومك يعني طبعا مصر دائما وفي قمة اقتصادية جاية بترحب أشقاءها العرب المستثمرين وهي محتاجة اللي استثمارات ديت ولكن أيضا من حقك أنك تلتق رئيس الوزراء وتعرض عليه مظلمتك وشكوتك لأنه أنا مش عارف أنا مش قادل أتصور الموضوع ممكن ينتهي إزاي لأنه في حكم قضائي يا أما تشتري الأسهم يا أما يعني عبد الكريم أنا اقتراحاتي أول اقتراحة غدما أن المسؤولين يتقدمون يعني بمغابلة رسمية نطلب مغابلة رسمية لحل هذه المشكلة وإضاح ما هو ما هي الأسباب اللي أدت وما هو الحل بأغرب مصر أنا مستعد أصفر شوية بس يطلع لي مسؤولي يقول لي أصفر أنا معك أنا مستعد أصفر أنا مستعد أصفر بس أنه أنتوا عندكم ما فيش حدي عاوز يغابل ما فيش حدي عاوز يحل المشكلة ما فيش حدي عاوز وهذا أمانة أمانة أنا سأكون صادق هذا لم لم ولن يقلل الحف اللي بداخلنا لمصر أحنا أحنا عندنا مشكلة مع أشخاص مشكلة مع حكومة مشكلة هذه الحكومة تروح تجي حكومة بس مصر هي اللي باغي وشعبها هم اللي باغي يعني هو طبعا المفروض أنا بقول لمجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وهو يعمل ليل نهار وعلى فكرة مجلس الوزراء المصري تصدى لمشاكل مستثمرين كثيرين ومشروعات كثيرة كانوا لجئين للتحكيم بالفعل وتمت التسويات معهم وسحبوا التحكيم فأنا بقول للمهندس إبراهيم محلب ومجلس الوزراء هؤلاء المواطنين سواء المصريين أو العرب هم أيضا مواطنين مصريين دائما إن مشكلتهم إنها لازم تقاعدوا معاهم وتحلوا وتشوفوا الحل إزاي لأنه بالفعل إحنا بنتكلم عن قمة اقتصادية ودعم الاستثمار وتشجيع الاستثمار ما ينفعش على الإطلاق نسيب مشكلة معلقة بهذا الشكل في شركة كبيرة لأن دي مشكلة كبيرة أو السيد عبد الكريم هل أنتوا استجابتوا وهذه استجابة كريمة لطلب رئيس مجلس إدارة أنكم لا تلجأوا للتحكيم فهل لديكم تصور ما يطرح على الحكومة المصرية يخليها تشتري الأسهم مثلا بأسعار مناسبة تحقق لكم حقوقكم أو تضمن لكم حقوقكم وأيضا تشجع الحكومة المصرية على أن ما يكونش لحل تعجيزي هل لديكم استعداد للتحاور والتفاوض في هذا الأمر؟ أحنا خلنشوف أخي الفاضل خلنشوف أي مسؤول يغابلنا ويعرف علينا الضيمة سهم وأحنا اللي وقفنا وقفنا رغبة مننا بإيقاف المحكمة الدولية اللي أنا واثق رحاقة فلوش رحاقة تعويضات تعوض يعني مبالغ مجزية عن الخمسة الثمين اللي فاتت وقفتها لحب حبا في مصر واستجابة لرغبة رئيس مجلس إدارة عندي مجال لحل هذه المشكلة بس خل يطلع شخص صادق يقول لي أنه أنا سوفح المشكلتك يعرض علي عرض يقول لي هذا ولكن ما فيش حدي راضي يسمع ولا حدي راضي يتكلم ولا حدي هذا احنا وقفنا أنا أنا بعد علها وأنا هذا الأستاذ السيد عندك أنا استجبت لطلبه قبل ثلاثة أربع شهور بس أنا عاوز يقول لي ثلاثة أربع شهور في أحد يستصل عليه وقال لو حتنحل المشكلة في حد يلا أنت أنت طلبت مننا وإحنا وافغنا الحين أنا أطلب منك فلوسنا أمانة في رغبتك أنت رئيس المجلد في دارة أنت المؤتمن في الدامة هل في أحد اتصل عليك وقالة أنا سوف أحل المشكلة هل في أحد طلب مغابلتك وقالة ولا في أي حاجة لذلك هل في حد يكلمك أستاذ السيد لا الحين ما فيش حد ما فيش حد وإحنا بنأمل أن هما أيضا مواطن كويتي شقيق وفي مواطنين عرب زيه كتير ومواطنين مصريين هذه دولة الكويت الشقيقة التي أعلن أمرها اليوم مشاركته في قمة الاقتصادية ونحن نعلم مغزى ودلالة هذا الإعلان المبكر من أمير دولة الكويت أنه سيحضر القمة العربية هذه رسالة إلى العالم كله أن دولة الكويت تصق في الاستثمار في مصر وأن أميرها يدعم مصر وأعتقد الرسالة واضحة دي لها أثار إيجابية طبعا على المؤتمر الاقتصادية أو قمة الاقتصادية فأستاذ عبد الكريم أعلى دي الكلمة أخيرة وأنا يعني مش عرفة أقول لك بس إن شاء الله المشكلة تتحل أحب أني أشكرك وأشكر الأخ الفاضل الأستاذ سيد الصيفي وأحب أقول لك بالجامل هذا إن لم تتحرك الحكومة في حل المشكلة أضطر رؤاسفا لنسمى الإجراءات الدولية لأن الحكومة يعني مش عاوزة تحل إذا كان إذا في أحد مني لغاية الفترة الغادمة خاطبك هذا أتمنى منك أن تبلغنا لنعرف أن الحكومة جادة في حل المشاكل وهذا اللي غاية ما أحد بني أشكركم وأشكر الثالث أول شكرا جدا أستاذ عبد الكريم ناصر من دولة الكويت الشقيقة وأحد حملت الأسهم في شركة النيل لحليج الأقطان لأن واضح طبعا إنه في نزهقة والله يا أستاذ مجد مش زهقة بعقل يعني يعني أربع سنين أنت في السنة الرابعة دلوقتي فأنا والله بضم صوتي برض وحطين أموالهم وحطين أموالهم ومجمدة حماية رأس المال ده واجب أي حكومة ومجمدة يعني هو ما أخطأش ولا أي حد أخطأ يعني إذا كان هم الأجانب يمثلوا 20% ففيه 80% مصريين شوف أنت حضرتك أما السيد الرئيس جاه في موضوع قناة السويس وطلب المصريين يهموا معاه في موضوع التمويل شهادات 60-70 مليار في أسبوع في 10 تيام 8 تيام عمل في البنوك المصرية 64 مليار بالظبط كده أدي إيه أدي المصريين اللي يجب الالتفات إليهم ويجب الالتفات إلى مطالبهم تموه فيه 80% من المساهمين دول برضو مصريين يعني أنا وفي أمس الحاجة لفلوسهم وحطوا استثمروا وصغاروا استثمرين كلهم كلهم الشركة السلمية يعني تخلينا العدد القائم دلوقتي مثلا حوالي 10 تلاف اللي فضلين دلوقتي حوالي 10 تلاف 20% منهم يعني حوالي 2001 أجاني فيه 8 تلاف أسرة فيه 8 تلاف أسرة يعني بنطلب مناشجة الساد الرئيس بنطلب مناشجة الساد الرئيس الوزراء المهندس هل الأمر محتاج تدخل من الرئيس السيسي تدخل رئاسي لحكم قضائي يعني يا حكم قضائي إن الحكومة تاخد السركة ترجع للحكومة والفاتوة التشريع يقول مستحيل التنفيذ الحكم يتنفذ ده مستحيل لأن عشان جهتين جهتين قضائيتين هم يستطيعوا والله يعني هم يفتح يعني يعمل بيع وشراء يعني يعمل استرداد ويعمل عادة عرضها على نفس المساهمين يستطيع أن يتقدم بعرض شراء إجباري يستطيع أنه هو ييجي يقول إننا الحكم هنفز هنفزه يعني احتراما لأحكام القضاء اللي احنا كلنا بنحترمها ويشتري النسبة اللي يستطيع شراءها إذا اشترى المية في المية والله كويس عنده هيشكل الجماعة العمومية وهيبقى بيدير إذا لم يستطع فهي دي استطاعته ودي قدرته على إنه هو يعني نفز ما استطاع تنفيذه في الحكم بناشد أن المسؤولين يعني أنا أقول لحضرتك أما وصلت الديون للحجم الكبير ده وبدأت أحكام مدير عام فرع من الفروع بتاع الشركة حصل عليه حكم عشان تأخير في سداد التأمينات عملنا جماعة عمومية أنا دعيت لجماعة عمومية عشان خاطر وناشد المساهمين بالتبرع مش التبرع يعني بإقراض الشركة مبلغ مثلا 15-20 مليون لسداد التزامات العجلة طبعا يعني عملوا عمايل يعني أنت جايبنا عشان تقول لنا نتحق تاني فلوسنا مش عارفين فلوسنا مش عارفين ناخد فاقترحوا اقتراح قالوا أنت كنت شاري أراضي بعيدة بعد الشركة بغرض التجارة بيحتة منهم يعني فيه أراضي اشترناها بغرض الاتجار وتنمية رؤوس المساهمين تمام بغرض الاتجار فاضي أراضي فاضي تمام 3-4 قطع حاجات زي كده قالوا بيحتة منهم بالفعل تقدم أحد الناس اللي عايز يشتري قطعة أرض تمنهت تقريبا حوالي 3-4 مليون جنيه ودفع جزء كبير من الفلوس الحقيقة أن الواحد بس اللي بيتكلم فيه أن احنا لسه ما زلنا بناتعامل زي التعاملات اللي قبل 25 يناير أنا بقى ناشط برضو سيد محافظ المينيا أنه هو يشوف الموضوع بروح القانون وبالعقل وبالمنطق اللي احنا بنتوسم فيه أنه هو مدرك للأمور أما بيدرك الأمر أي مسؤول والله أما بتأني بيرى وبينظر لأي موضوع وبيفهمه كويس بيد عن المؤسرات الخارجية أو بيد عن اللي دايما بنسمعها الدولة العميقة الناس اللي قاعدين في الشؤون القانونية الناس اللي قاعدين اللي قاعدين بيملوا على الأستاذ المحافظ أراءهم ويكربسوه ويكبلوه والكلام ده كله لا فيه أراضي في الشركة فيه قطعة أرض من على واجه السرعة يعني طب نعمل إيه ما ندفعش الضريب ما ندفعش التأمين هو طبعا ممنوع عليك تبيعه لا مش ممنوع أسل إذا كان ممنوع علي البيع يبقى ممنوع علي أبيع الأراضي اللي هي كتن ملك الدولة إنما مش ممنوع علي إن الشركة بتشتغل من سنة سبعة وتسعين لسنة ألفين وقوله ألفين وحداشر خمساشر أو أربعتاشر سنة كسبت كسبت أرقام كتيرة اشترت بها ما وزعتهاش على المساهمين عشان تناملهم فلوسهم أكتر وأكتر وأكتر المكسب ده أنا ما بقولكش بقى تعالى أن أنت بعد سبعتاشر سنة ولا تمنتاشر سنة خد اللي أنت باعته اللي الدولة باعته وخد أرباحي كمان يعني طبعا ده لا روح قانون ولا قانون ولا فيه أي جانب من الجوانب ولا عال بلاش أنا أقول أنا وهلع إنما والله يا أستاذ مجدي أمور أنا بقى أناشد والله من عند السيد وعارف ما شغله وعارف أنه هو المهندس إبراهيم محلف وزير الاستثمار مناشدة برضو خاصة انظر للمساهمين انظر للعمال بتوع الشركة انظر لأن في حلول كتير جدا مطروحة يعني المفروض أنه رئيس الوزراء أو وزير الاستثمار أو أي مسؤول يدير الأزمة دي أزمة لازم يتصدى ويدرها مش عايز أقسم لك أن هذه المشكلة تتحل في ساعة في ساعة ساعة زمن طيب يعني لو بس اتدخروا من وقتهم أنا عارف أن وقتهم ما يستحملش الساعة بس ما يبص أن يلاقيه قدامه فيه ناس أنا أدخل على مؤتمر اقتصاد التفاصيل الصغيرة ذات أهمية طبعا بالنسبة للمستثمار يعني بالنسبة للمستثمار التفاصيل الصغيرة ذات أهمية أنا ما يعني عامل بس على أماني عندي وهم بروح العروبة اللي عندهم وروح الأدمية اللي موجودة عندهم وحبهم لمصر بيجوا تقدمهم بس أنا لازم في نفس الوقت برضو تفاصيل الدقيقة بتاعته لازم أقدمها له هو ده اللي احنا نصدر نفسنا شوي عبل مؤتمر اقتصادي يعني لازم يعني لازم نحل الحاجات دي عشان نقول للناس فهو ده اللي احنا يعني بنناشد به ان احنا بس يعني نبتدي ندخل على المرحلة اللي جاية وان احنا فعلا مصفين كل كل المشاكل طبعا الأستاذ سيد الصيفي رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليجي الأقطان بيطلب ساعة ساعة من الحكومة المسؤولين في الحكومة وبيقول انه والله المشكلة تتحل في الساعة اعتقد نحل مشكلة شركة كبيرة زي دي مع مساهمين فيها مساهمين حملت أسهم أصحاب حقوق فيها عمال فيها ايضا انتاج وفيها ممتلكات واصوله غيره تستحق ساعة واثنين وثلاثة بشكل حضرية جدا الله يحب سيد الصيفي رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليجي الأقطان وان شاء الله هنتابع هذه المشكلة وان شاء الله وهنتابع كمان هل الحكومة وهذه الرسالة للحكومة المصرية أن تتصدى لهذه المشكلة وتنفذ الحكم القضائي أو ما تنفذوش ده مطلوب لأنه المشاكل اللي هتحل بالهروب والأزمات اللي هتحل بالهروب ولا التناصر لا في أزمة لازم نقعد ونحلها علشان يكون ثقة المستثمر سواء اللي في مصر أو اللي في الخارج ثقة كبيرة جدا في الحكومة المصرية أن احنا بنشكل أو بنصنع صورة ذهنية جديدة عن اللي يستثمر في مصر فمنفعش نسيب هذه المشاكل قبل القمة الاقتصادية وحنا بنقول للمستثمرين احنا مختلفين وما احنا تغيرنا كتير جدا لازم نقول لهم ان احنا تغيرنا بس على الأرض مش بالكلام بشكر حضراتكم جدا وان شاء الله بكرة في حلقة جديدة من برنامج ممكن هكون معاكم الزميل خير رمضان في الساعة العشرة مساء ويجب السلامة ان شاء الله واشوفكم على خير السبعة على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة